أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لتخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة وشدد المركز الإعلامي على أن التظلمات هي حق قانوني للطلاب على نتائج الامتحانات ويتم فيها تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب مع إعادة تصحيحها وأكد المركز الإعلامي على أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أي درجات لنتيجة الطالب فأنه لا يتم خصم أي درجات منه نهائيا